ذنوب الخلوات ومالا وعطاء احذر ذنوب الخلوات يا من وثق فيك اهلك احذر ذنوب الخلوات يا حافظة القرآن احذر ذنوب الخلوات يا من تنزل للشباب في الميادين وتدعوهم الى الله احذر ذنوب الخلوات يا من كتب الله لك قبول نشأل الله جل وعلا ان لا يفتننا باعمالهم وان يجعل اعمالنا واعمالكم خالصة لوجهه الكريم اشأل الله جل فعله ان لا يعاملنا بما نحن اهله وان يعاملنا بما هو اهله ان يعاملنا بعفو وان يعاملنا بكرمه وان يعاملنا بشتره وان يعاملنا برحمته فما بنا والله طاقة على عذاب الله ما بنا والله طاقة أن نلقى الله يوم القيامة فيقول الله يا عبد فعلت كذا ليقال أنك كذا وكذا قرأت القرآن ليقال قارئ ودعوت ليقال داعئ وأخذت بيد الناس ليقال أنك رحيم وجاهدت في سبيل الله ليقال مجاهد والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدر فتصور في ذاك الموقف والشهود حولك تلتفت يمنة فلا ترى إلا ما قدمت وتلتفت يسرة فلا ترى إلا ما قدمت تريد الصلاة لا تجد صلاة تريد بر الوالدين لا تجد بر الوالدين تريد خشي لله لا تجد خشي لله تريد عبادة لله ما تجد عبادة لله أسألك بالله فيها الموقف من لك غير الله من لك سوى الله جل وعلا أنا وأنت فيها الموقف يا حبيب الشاب يا قرة العين يا مهجة الفؤاد لك رب كريم لك رب الرحيم ولكنه شديد العقب لا تكون وليا لله جل وعلا في الظاهر وتخون الله جل وعلا في العلم وفي الباطل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر